تار ظنوا أن أزمة كورونا صارت جزء من الماضي مع حلول فصل الصيف وتسارع عمليات الطقي حول العالم إلا أن منظمة الصحة العالمية دقت نقوص الخطر معلنة عن وجود متحور جديد من فيروس كورونا يعرف باسم دلتا مما أثار دجة عالمية كبرى مع تزايد المخاوف من انتشاره فشو اللي بيجعل متحور دلتا مقلق لهذه الدرجة؟ الأول المتحور هيدا متحور جديد بطبيعة الحال فيه تعديل جيني مختلف بالسبايك اللي بيصير بالأشخاص الصغار بالعمر بالمتحور السابقين كان يروح مسلا يخسر حاسة الشام والدوء هيدا بها المتحور مش بوجود هيدا وبالتالي العوارض هي متل عوارض دغري وهيدا جزء من المشكلة طبعا بالPCR بيبين شاته الطبيعة بدون أي مشكلة بيبين دغري وبما أنه بينتشر بشكل سريع وبيتكاتر بشكل سريع ممكن يعمل خطر أن ينتشر بمجتمع بشكل كتير كبير وبشكل كتير سريع أسرع حتى من التعديلات القديمة البريطانية هو التعديل إجا على الفيروس الهندي أو النصاب بعدد كميات كبيرة بالهند بفترة من الفترات صار فيه تعديل عليه وهيدا تعديل بعدد من المطارح سموه دلتا وطبعا هيدا الفريونت عطول عم يتغير وصار فيه هلأ شيء عمين حكى بدلتا بلس بس هيدا كله عن جديد الطعم يعني الفكسان اللي بينعطاه بيحمي بشكل كتير كبير أي نوع من الفكسان وبشكل أساسي الأسترازينيكا والفايزر بحسب منظمة الصحة العالمية هالمتحور ظهر أول مرة بالهند هو تحديدا بكنون الأول 2020 واليوم صار منتشر بأكتر من 92 دولة حول العالم من دولة الكويت وهون بيتوجب علينا نطمن على وضع لبنان هل هو بأمان؟ مزبوط فيه أعداد كبيرة وانت بفترة صيف وفتل عطل صيفية بأوروبا وبالخليج وبكل العالم والأشخاص كلها طبيعة الحالة لنتيجة الوضع الاقتصادي بلبنان والدولار صار يعني الشخص اللي بيجي من برة قادر بسهولة يجي ويعيش ويمسط في لبنان والعالم عم تيجي أكتر وأكتر بس بالرغم من هيدا كله بعد الإجراءات اللي عم تنعمل إجراءات مقبولة للحفاظ على عدم انتشار الفيروس الكورونا في لبنان وبالتحديد الفريون الهندي أو الفريون التالتا اللي نسميه هلأ التالت وسط الفوضى يلي عم يشهد مطار بيروت من ناحية فقصات البي سي آر أكد دكتور بدران أن إجراءات جديدة بدأت بحيث رح يستلم فريق كبير من الجامعة اللبنانية تسجيلات المسافرين عبر المطار ما يطيح للفريق العمل بمهنية ومسؤولية للحد من الاقتصاص بالمطار ولا تفايد الأخطاء بالتسجيل والرسائل المرسلة للوافدين بفترة من الفترة للأسف صار فيه صار الباسنجر بيجي بيحط رقم تليفون غلط الشخص اللي عم بيسجل أرام بيكتب الرقم الطريقة غلط وبالتالي صار فيه شوية يعني خلل بها الموضوع هذا اليوم الجامعة بيتي تطلع أشخاص من الجامعة تابع العملية من الأي لزاد وبالتالي أنا بتأديري الأمور اختغير بشكل لاحسب فيه تعصن كتير كبير بها الموضوع نحن كل يوم بيجي شخص بوزيتف على المطار بيوصل بيطلع نتيجته بوزيتف منروح لنتأكد إذا عنده أي نوع فاريون عنده نحن عندنا التقاميات اللي بنحتاجها لنحاول نحدد بشكل كتير كبير إذا هذا الفاريون هو الدلتا ولا لا الوضع الوبائي بلبنان مريح حاليا ولكن ما فيش بيضمن عدم تحوله لبريطانيا كل اللي بيتوجب علينا نعمله نرجع نلتزم بالإجراءات الوقائية قبل فويت القوان